موسيقى الحمد لله بداية أيام الشرقة التراثية في الشارقة في 1-3 لهذه السنة الذي يمتد لغاية 21 تخللت هذه الأيام افتتاحات في المناطق الوسطى اللي هي البطايح والذيد ومليحة وأيضاً المدام ثم انتقلنا للمناطق الشرقية اللي هي وادي الحلو مدينة كلبة مدينة خرفكان أيضاً اليوم نختتم الأيام في هذه المنطقة الجميلة منطقة النحوة في هذا الحي الجميل وجود أهالي المنطقة يعني الجميع منبهر منبسط من هذا المهرجان فرحتهم يعني اليوم لحظناها أيضاً لحظنا حضور من المدن الأخرى من مجالس البلدية ورأسها الدبائر الموجودين إن شاء الله السنة يعني آخر محطة لنا بتكون يعني نكون استطعنا أن نغطي كل مدن وقراء الإمارة ونختتم هذه المحطة الأخيرة بهذا التواجد الكبير اليوم طبعاً شرفنا اليوم بحضور سمو الشيخ هيثم الصقر الغاسمي نائب رئيس مكتب الحاكم لمدينة كلبة أيضاً روساء الدوائر ورساء المجالس البلدية ومشؤولين معهد الشرق لتراه طبعاً تم اختيار منطقة الحارة القديمة التي تم بعد ترميمها الآن هي منطقة خصصة للإحتفالات على مدى العام ومن ضمها اليوم الحمد لله افتتاح الأيام طبعاً لاحظنا اليوم وجود الفراق الشعبية وجود الأكلات الشعبية وجود الحرف اليدوي الموجود التي تخصها للمنطقة والمأكلات الشعبية